سأل فل يا شباب عاملين ايه الاخبار يا رب تكونوا بخير ان شاء الله اه دي المحاضرة التالتة من الموازنات التخطيطية ترمي سابع كلات التجارة احنا المحاضرة اللي فاتت شرحنا ايه? اه شرحنا موازنة الانتاج تمام? وشرحنا موازنة احتياطات الانتاج من المواد الخام واخر حاجة شرحناها او حلنا عليها مسائل المشتريات من موازنات المشتريات من المواد الخام ده كان حل حلنا حل اه حلنا مسال رقم تمانية تمام? طيب النهاردة بقى هنشرح ايه? ان شاء الله هنشرح النهاردة اه موازنة المشتريات البضاعة الجاهزة بغرض البيع هنشرح موازنة الاجور المباشرة تمام? وهنحل شوية تمرين كده على الموازنات تمام? دي حاجة. الحاجة التانية طبعا لو انت بقى مشترتش في القناة لازم تشترك في القناة عشان تستفيد من فيديوهات هتفيدك كتير جدا ان شاء الله يعني بازن الله. وطبعا احنا شرحين اه بنشرح الموازنات وشرح انا كمان لو اه انت عندك مسجل محاسبة ضربية تقدر اه تتفرج على الفيديوهات بتاعتها تبقى موجودة برضو معك مع العلمين طبعا السنة دي اتعدل الشريح ان اول شريحة كانت تلاتين الف دي الجديدة. الاعفاء وبعد كده خمستاشر في خمستاشر وبعد كده بعد مية واربعين والمتين وهكذا. وتشوف النسب. لو كده اتفرج برضو على الفيديوهات هتلاقي ما وجودة عندك اه في قوائم التشغيل. طيب يلا بنا كده نبدأ باول حاجة اه هنحل تمرين ونكتب برضو القانون بتاعه اللي هو المشتريات البضاعة الجهزة بغرض البيع بعد كده ناخد المسال التاني. معنا تمرين بقى رقم تسعة. ده اول تمرين بالنسبة للمحاضرة دي ان شاء الله. آآ ملزمة مراجعة السقر يناير ماشي. آآ صفحة ياسيدي هتبقى صفحة تسعة او صفحة اللي في عشرة. بيقول لك المسال ايه بقى? بيقول لك تقوم شركة آآ محمد حسب بشراء سلعة راح اشترى سلعة. بغرض ايه اعادة بيعها مرة اخرى. يعني انا بشتري بضاعة والبضاعة دي بعد كده هبيعها. طيب. وبعدين قال لك دون ادخال اي تعديلات. يعني انا اشتريتها زي ما هي. وما عملتش فيها تعديلات. ميديك بيانات بقى. قال لك البيانات التي آآ امكان جمعوها الاعداد الموازنة التخطيطية. تمام? لمشتريات السلعة سين عن الربع الاول من عام كام عشرين تلاتة وعشرين. ادك ايه بقى اول حاجة قال لك عندك كمية المبعاعت بتاعتك. كمية المبعاعت التقديرية. في الربع الاول. قال لك عندك في اتنين والله. عندك آآ منطقتين. عندك منطقة القاهرة. وعندك منطقة اسكندرية. القاهرة ادك يناير الفين. واسكندرية الفين. وفبراير اتنين ونص والف ونص. ومارس تلاتة وايه? واتنين. تمام? طيب مع العلم مع العلم ان سعر البيع قال لك بكام? قال لك سعر بيع الوحدة بمبلغ كام? مية جنيه. خلاص? طيب يكون معك عشان داعي رايح معك وانت بتحل. قال لك بعد كده ايه? قال لك بقى سياسة الاحتفاظ بالمغزون ودي مهمة جدا. قال لك آآ بمغزون اخر اخر المدة اهو اخر المدة يعادل كام عشرة في المية من مبعات الشهر التالي. دي واحنا بنحلها هنعرف هنحطها فين? انت لو تفرجت على الفيديو اللي فاتح تعرف دي ما كان هتروح فين? بأن مبعات شهر ابريل متوقع في المنطقتين هي هي مديك رقم واحد وستلاف. وقال لك سعر الشرة خمسة وتلاتين جنيه ومصاريف نقل للوحدة تلاتة جنيه ومصاريف التأمين على الوحدة اتنين جنيه. طبعا احنا كل ده بيتضاف. ترى خطف المحاسبة بقى ان آآ مصاريف النقل ده محاسبة واحد مصاريف النقل خلاص والتكاليف برضو مصاريف على التأمين الوحدة كل ده بيتضاف. فهنجمع الكلام ده كل يديني كان يديني اربعين جنيه. تمام? وقال لك في دوق بقى ومديك ايه? مديك شوية تمارين? او مديك شوية اختيارات عايز اجمالك كميات عايز كمية المخزون اول والحاجات دي كلها. ان شاء الله نعرف اهو احنا بنحل مع بعض. ممكن حد شاطر يقول لي ايه? طبعا انا في القانون عندي انا هاجمع المنطقتين مع بعض. تمام? طيب تعالا كده نكتب القانون بتاعنا الاول. القانون بيقول لك ايه بقى? قال لك كمية المبعاد زائد مخزون اخر المدة من البضاعة الجاهزة. ناقص مخزون اول المدة برضو من البضاعة الايه? الجاهزة. هتعمل الكلام ده يساوي مين كمية المشتريات التقديرية? هيطلع كمية المشتريات نضربها في معدل الوحدة اللي انا مطلعه اهو. هيديني ايه? تكلفة المشتريات او القيمة بتاعتها. طيب. اول حاجة بكتبها? بكتب طبعا هنا كلمة بيان بيان اللي هو ايه اللي هو الشهور بتاعتي. طيب وبعد كده عندي كمية المبيعات. بس المين للمنطقتين اهو. المنطقتين اللي اتنين طيب. وايه تاني? مخزون اخر المدة. ماشي? وايه تاني? ومخزون اول. يبقى هنا بنترح وهنا بنجمع. جميل جدا. بعد المخزون بقى لما اطرح هيديني ايه? قال لك هطلع لك حاجة اسمها كمية المشتريات. اللي هي التقديرية. هتضرب في مين? هتضرب في المعدل. المعدل بتاعها. اللي هو ايه? شراء الوحدة. هيديني في الاخر تكلفة المشتريات او القيمة يعني ايه ان كان سياني يعني دي او دي. تمام? طيب. اول حاجة انا عندي الشهور عندي هكتب تلات شهور عندي يناير مش هو مديني يناير ومديني فبراير ومديني مارس. ده كده الربع الايه? الربع الاول وتحت طبعا مين الايجمالي? وزود تحت في الربع التاني هو مديني. قال لك ايه? قال لك عندك ابريل. صح? طيب. طبعا اكتب الحاجات دي مهمة. ماشي. قال لك هنا كمية المبعات للمين للمنطقتين? واحد بقى قال لك طيب يا عمي. طبعا للمنطقتين هاجي هنا واجمع الاتنين على قطول اهو الاجمالي الفين والفين اربعة تلاف. والفين وخمسمية والف وخمسمية برضو كام اربع تلاف. وهنا الفين وتلاتة الفين وتلات تلاف كام خمس تلاف. اجمعهم هنا على طول. بدلا ما اعود ايه? بعض ازحم الدنيا هنا اكتب الفين زي التلاتة والكلام ده كل. يبقى انا عندي اول حاجة اللي اعطاها اربع تلاف. والتانية برضو كانت اربع تلاف. ده الاجمالي بقى بتاع المنطقتين. ومارس عندي كام خمس تلاف. ومديك ابريل قال لك بكم? قال لك بست تلاف. هكتبها قدام ابريل. ليه? عشان الترحيل. نحتاج ها في الترحيل. ماشي? بعد كده بقى هنعمل ايه? نكمل بقى المثال. عشان نحط بقى ايه الحاجات بتاعيتها. قال لك انت عندك مخزون اخر المدة مخزون اخر المدة بعشرة في المية من الشهر التالي في المخزون اخر او هكتب كده عشرة في المية التالي الشهر التالي يعني هاخد الشهر اللي بعده عشان نحط الكماء بتاعته هنا. وهنا الحالي وبرضو عشرة ايه? عشرة في المية. الاتنين بيبقوا زي بعض. خلاص? خدنا التركاب بتاعتنا. وطبعا الوحدة بتاعتي كام? قلنا اربعين اهي المعدل بتاعها كام? اربعين جنيه. اهو. يبقى كله هيتحط في كام? اربعين جنيه? اربعين جنيه. ماشي يا حباب قلبي? بس كم. تعالى بقى هنلعب مع بعض. زي ما انتم عارفين زي ما ايه? زي ملعبنا في التمرين اللي فات كده. دلوقتي انا عايز مخزون اخر المدة بتاع مين? بتاع يناير. بس هو قال لك الشهر التالي. يعني هتروح عندي فبراير وتخبط عليه عم فبراير نعم. انا عايز المخزون بتاعك هنا. طيب هي كده كده اللي اتنين زي بعضة فمش فرقة. فقول لها اربع تلاف في عشرة في المية. يطلع بكام? هيطلع بيه ربع ومية اهو. جميل. وهي هي نفس القصة برضو هنا هيبقى ايه? هيبقى ربع ومية. انا عايز مخزون اخر بتاع مين? بتاع فبراير صح? بس سأل لك هنا التالي يعني اروح عند مارس يعني ممارس. سلفني الخمس تلاف بتاعتك. اضربها في عشرة في المية. عشان احط عندي ايه? المخزون بتاعي. وهنا زي ما قلت لك طالما الحالي يبقى هاخد بتاع الشهر اللي قبله. ربع ومية. او فبراير نفسه اضرب اهو. في عشرة في المية هيديك ربع ومية. جينا بعد كده مارس. عايز احط بتاع مارس ايه ده? طب انا ما عنديش ده اخر هنا. انزل على ابريل بقى. اخد من ربع تاني مش هاتفقنا. يبقى ست تلاف عشرة في المية بيكام يا معالي بستة مية. وطبعا الشهر اللي قبله هينزل يبقى كام خمسمية اهو. طب مش فاهم اضرب خمس تلاف عشرة في المية هيديك الخمسمية. تمام. معادلة عندي بيقول لك اجمع. وبعد كده اعمل ايه? اطرح. تمام. تعال بقى نجمع مع بعض. انا لما اجمع اربع تلاف زائد ربع مية يديني اربع تلاف وربع مية. ناقص ربع مية يبقى الاربع تلاف. ماشي. عندي اربع تلاف زائد خمسمية يبقى اربع تلاف خمسمية. تمام? لما اطرح ربع مية هيديني كام يديني اربع تلاف ومية. خمس تلاف زائد ستمية بقى خمس تلاف وستمية. اطرح ناقص الخمسمية يديني كام? خمس تلاف ومية. واعمل شرط تكسر وطبعا عشان معدل الرقم اللي طلعته هضرب. اربعة تلاف. اربعين اربعين جنيه. بكم يا حبيبي مية وستين الف جنيه اهو ادي مية وستين الف جنيه. واربع مية فياربعين بمية اربعة ستين الف جنيه. وخمسة مية في اربعين بمتين واربعة الف جنيه. هنا بكتب الاجمالي اهو. احط الاجمالي بتاعي. اجمع الكلام ده كله هيطلع كام? خمسمية تمانية وعشرين الف جنيه. والا ربعين جنيه كده كده ملاحش علاقة نجمع. هنا يطلع كام? مية اتنين وتلاتين الف جنيه. طيب. على هنا. انا عندي هنا مخزون ايه? مخزون اول انا ما بجمعش يبقى هاخد اول واحد. ونزدله هنا. عشان قال لي مخزون اول. اول مخزون عندي. طيب. هنا قال لك مخزون اخر. فين اخر مخزون عندي اللي هو مارس? هاخده تحت. ماشي يا حباب قلبي? طيب. نجي نجمع هنا يديني كام يديني تلاتاشر الف جنيه. بس كده والمسألة خلصت ايه ده بجد اه? بكل سهولة. طيب لما انت عارف القانون هتقدر تعود. طيب. تعالي نشوف اسئلة الايه? اسئلة البابلشيت بتاعتنا بتقول ايه? قال لك اجمالي كمية المبيعات خلال الربع الاول. اجري فين كمية المبيعات? اه ادي كمية المبيعات. ايه اجمالي? اهو تلاتاشر الف. على طول. يبقوا معلم ايه? تلاتاشر الف. طيب. تانية حاجة. قال لك كمية مخزون اول المدة. فين كمية المخزون اول? اهو. اول المدة اهو. ربع مية. مخزون اول المدة. يبقى ربع مية. اهو. ماشي. بعد كده قال لك كمية مخزون اخر المدة فين اخر? اهو مخزون اخر اهو. مخزون اخر يبقى كم? يبقى ستة مية. على طول. اهو المخزون بتاعنا طلعته. يبقى مخزون اخر المدة فين? ستة مية. كمية الكمية مشتريات البضاعة. كمية ايه? مشتريات البضاعة. فين كمية المشتريات عندي? اهو. طيب. شهر كام? قال لك شهر يناير يبقى كمية المشتريات اهيه? وشهر يناير اهو? يبقى كام? يبقى اربعة تلاف. كل سهولة اهو. ماشي يا شباب? اهو. اربعة تلاف. قال لك كمية مشتريات البضاعة خلال الرابع. فين كمية المشتريات اهيه? خلال الربع الاجمالي مية اتنين وتلاتين. يبقى كام مية اتنين وتلاتين. طيب. اخر حاجة عندي. قال لك قيمة مشتريات البضاعة خلال الربع الاول. فين القيمة اهل هي التكلفة بتاعتي. انا كده ابتها لك. الربع الاول يبقى اجمعت هذا بخمسمية تمانية وعشرين الف. اهي. خمسمية كام تمانية وعشرين الف. كده خلصنا المثال بتاع موازنة ايه? المشتريات. البضائع بغرض البيع. تمام? هناخد التبرين عشرة اللي هو ايه? موازنة الاجور يا معلم. ماشي. ادي المسال بتاعنا. بيقول لك ايه بقى? بيقول لك كمية كمية المبعات التقديرية خلال اشهر الربع الاول من عام اه عشرين ثلاثة وعشرين كام? اهو مديك. قال لك اه الفين وخمسمية و الف سبعمية وتلات تلاف واحدة. وبعد كده كميت الانتاج خلال الربع الاول برضو الفين الف تمنمية الفين وكام? الفين ونص. تحتاج الوحدة من المنتج سين الى كام خمس ساعات عمل مباشر. علما بأن تكلفة ساعة العمل عشرة جنيه للساعة. تحتاج الوحدة من المنتج الى ستة كيلو من المواد ايه من المواد الخام. ماشي يا سيدي. ومديك بقى ايه اختيارات البابلشيت. قال لك عايز احتياجات الانتاج. عايز اه احتياجات الانتاج من ساعة العمل. وعايز اجمال الاجور في قسم التجميع. فيش مشكلة. اول الحاجة هنكتبها القانون بتاعنا. انا القانون بتاعنا قال لك كمية الانتاج في ساعات الوحدة. هيديك ساعات العمل المباشر المطلوبة في معدل اجر الساعة يدينا ايه? يدينا الاجور المباشرة. طيب انا اول حاجة عندي هنا البيان. زي ما احنا عارفين اللي هي الشهور. وبعد كده كمية مين? كمية الانتاج اهو. وتاني حاجة قلنا في مين? في ساعات الوحدة. صح كده? اهو ويعمل فيه. هيدينا مين? لما بتضرب لازم يديك رقم. يديك ساعات العمل الايه? المباشرة. اضرب كمان في مين? قال لك اضربها في معدل اجر الساعة. تمام? هيدينا مين بقى? يدينا فيه الاخر? الاجور بقى بتاعتي. الاجور الايه? الاجور. المباشرة بتاعتي. طيب. انا عندي التلات شهور بتاعتي بتاعة الربع الاول قال لك يناير بعد كده قال لك فبراير بعد كده قال لك مين? قال لك مارس. وتحت بنكتب مين? بنكتب اللي اجمالي. انا عندي يناير وفبراير ومارس? عندي الربع الاول كان كام يا حبيبي? كمية الانتاج متاخدش كمية المبعات. ماشي? اهو. كمية مين? هو عايز هنا كمية الانتاج يبقى اشوف كمية الانتاج بتاعتي اهي? يبقى هكتب كمية الانتاج. الفين الف وتبنمية الفين ونص يبقى هكتب هقول له كده هنا كام? الفين. الف وتبنمية بعد كده كام الفين وخمسمية. ماشي? في ساعات الوحدة انا عندي هنا تعالى. قال لك تحتاج الوحدة ايه اه تحتاج الوحدة الى خمس ساعات عمل مباشر. يبقى في خمسة اهو. والخمسة تنزل معانا. اي مشكلة. تمام? المفروض هيديني ايه? يديني ساعات العمل مباشرة. لما اضرب الكلام ده كله في بعضه يديني ايه? اهو. ساعات العمل المباشرة. طيب. اه الفين وحدة في خمس ساعات بكام بعشر تلاف اهو. عشر تلاف ساعة من من التكلفة بتاعتها. وبعد كده دي كام? تسعة تلاف. وبعد كده دي كام? اتناشر الف ونص. قال لك اضرب هالي في المعدل برضو. معدل ايه? اجر الساعة. انا عندي معدل اجر الساعة هنا كام? اه. قال لك بقى ايه? علما بان بان تكلفة الساعة العمل المباشر عشرة جنيه. كام عشرة جنيه? انا ايجي ونحط العشرة جنيه بتاعتنا فين? في الحاجات دي كلها اهو في التلات شهور بتاعتي. قال لك هتساوي بقى مين? الاجر المباشرة. والمسال خلص على كده? بس في حاجة سغنطوط هقول لك عليها بعدين. في المطلوب الاول. طيب. يبقى انا عندي لما اضرب عشر تلاف عشرة يديني كام يديني مية الف جنيه. وهنا يديني تسعين الف جنيه. وهنا يديني مية خمسة وعشرين الف جنيه. اهو. تضرب دفتة. اجمالي بتاعنا اجمع يديني كام تلتمية وخمستاشر الف جنيه اهو. اجمع هنا. يديني كام واحد واحد وتلاتين الف وخمسمية. لو ضربت واحد وتلاتين في عشرة يديك تلتمية خمستاشر. انت ماشي صح. اجمالي اجمالي هنا دول كام ستة الاف وتلتمية اجمالي الانتاج كمية الانتاج. حلو اوي. وطبعا هنا لو ضربنا ده في الخمسة هيدينا الناتج بتاعنا. طيب. تعال نشوف اختيارات بيقول لك ايه? اول حاجة قال لك انا عايز. اه احتياجات الانتاج من المادة طه خلال الربع الايه? خلال الربع الاول. ماشي. انا عندي احتياجات المواد. كمية الانتاج كانت كام. كانت ستة الاف وتلتمية. هقول له فيه. وانا عندي احتياج الوحدة من المواد الخام. اللي هي اهي. فين? اهو مش قال لك انا عايز المنتج احتياج الانتاج من طه اه انا عندي طه بكام? اهو. الى ستة كيلو من المادة الخام طه خلاص. يبقى هاضرب كمية الانتاج في طه. يديني كام يا حبيب قلبي? يديك تلتمية تمانية وسبعين الف. اهو. تلتمية تمانية وسبعين الف. او سبعة وتلاتين الف وتمنمين. سبعة وتلاتين الف وكام وتمنمين. يبقى انا عندي ده طه. وده عندي كام? ده كمية الانتاج. فهو لما قالك انا عايز احتياج الانتاج من المنتج طه احتياج الانتاج اهو السؤال اهو يبقى احتياج الانتاج يبقى كمية الانتاج. قالك من المنتج ده طه من الدهالي بستة يبقى اضرب ستالاف تلتمية في ستة يديني سبعة وتلاتين الف وتمنمين. نشوف بقى اول حاجة قالك ايه? قالك انا عايز احتياج الانتاج من المادة طه. المادة طه انا عندي تلعب بكام? سبعة وتلاتين وتبنمية اهو. تاني حاجة احتياج الانتاج من ساعات العمل. احتياج الانتاج من ايه? من ساعات العمل. يبقى كده هاجي. احتياج الانتاج من ساعات العمل خلال الربع الاول. هم? فين احتياج الانتاج? اهو. اللي هو عندي ساعات العمل المباشر بتاعتي. ده اللي احتاج الانتاج بتاع اللي انا محتاجه. اللي هو العشر تلاف ساعة. يبقى واحد وثلاثين الف وخمسمية. يطلع كام? اهو. خلي بالك عندك انا بديك تلتمائي وخمستاشر واحد وثلاثين وخمسمية ملغبطك. شايل لك سفر. فانت تركز وانت بتحل. اجمال الاجور المباشرة. اجمال الاجور المباشرة. هاجي طبعا ادي الاجور بتاعتي. وده الاجمال يبقى تلتمائي وخمستاشر. عشان قال لك ايه? قال لك للربع الاول. انا انا اعزل الربع الاول. اللي هو ده. خلي بالك من الاصفار. خلي بالك من الاصفار. ماشي? عشان ديه بتضيع. ممكن حد يبقى ايه ما عامل دي كده وينسى. ويختار في ويطلع اقول لك انا صح. ده كده يجي يراجعوا. الحل يلقوا ايه? في اخطاء عنده. تمام? طيب. ده كده اه خلصنا يا سيدي موازنة الايه? اه الاجور المباشرة. كده احنا خلصنا يعني اعتبر الجزء الاول بتاع المادة. اللي هما ست موازنات. ومعنا الجزء التاني ان شاء الله تلات موازنات. تعالوا بقى نحل اه شوية تمارين كده. اه دي اه دي صفحة التمارين صفحة اتناشر. هنحلها مع بعض. بص انت عشان تستفيد من المحاضرة. مطلوب منك تعمل ايه بقى? التمارين اللي انا حلتها دي حضرتك هتعيدها تاني وتحلها تقول لي ايه ده اقول لك اه ما انت لازم تسبت حل. فانت لازم تشوف التمارين دي. ولو حاجة عطلتي فيها فكر فيها شوية ما تجريش تبص على الحل. فكر شوية. حاول اعتمد على تشغيل مخ اكتر. والزاكرة خليل الزاكرة القريبة تقدر تجيب لك الحاجة. خد لقطة من دي كده مش شكل بتاعها. تبع انت عندك الزاكرة القريبة بتاعتك. عشان لما تيجي بعد كده تحل وسألت بنتا فاكر اه انا عندي كمية الانتك في الليمين بعد كده هضرب في ساعات الوحدة بعد كده هيديني ساعات العمل مباشر وهم ضربوا كمان في المعدل يديني اجور مباشر وخلصت. المسال كده خلص خلاص معك. تمام? طبعا التكرار هيعلم الايه? هيعلم الشطار. عندي اول مسال قال لك ايه بقى? بيقول لك ازا كانت كمية المبعات التقدرية من احدى السلع لشهر مارس القادم الف آآ متين الف وحدة منهم كم? خمسين في الجيزة وخمسة وخمسين في القاهرة وخمسة وتسعين في ده منهور. وتقدر كمية مخزون اخر المدة بكم? بخمس تلاف وستين واربعين الف في المناطق السلاس على الترتيب. وكم مخزون اول المدة? عشرين الف وحدة في القاهرة. تلاتين الف وحدة في الجيزة. عشر تلاف ده منهور. طيب. قال لك انا عايز كمية اهو. عايز كمية مشتريات البضاعة خلال مارس. بقى اقوى عايز شهر مين? شهر مارس. مش عايز الرابعة كله. عايز مارس بس. ماشي. انا عندي كمية المشتريات البضاعة. كمية اهي مشتريات مين? البضاع. بتساوي ايه بقى? بتساوي كمية المبيعات. جميل. زائد مين? زائد. مخزون اخر مخزون. اخر صح? بس هقول له بتاع مين بتاع مارس? ناقص ناقص مين? ناقص مخزون اول. بتاع مين? بتاع مارس بس. مش هو اللي عايز كده. واقول له هيساوي. طيب انا كمية المبعات كمية الدهالي بميتين الف اهو. متين الف. قال لك منها خمسين وخمسة. ماشي دعوا انا بمنها. يبقى هلو كام? متين الف زائد. مخزون اخر مارس هجري كده ودور على مين? على مخزون اخر. تعال كده ندور مع بعض على مين? وتقدر مخزون اخر اهو. تعال. مخزون مين اخر? اهو. يعني انت ما تبصش تسألوه تحتاج. موضوع سهل اهو التلاتة دول شايف دول كده? جمع هملي. يلا في مخزون اخر. تعال اقال لك كام? قال لك يا سيدي ادي خمس تلاف. زائد ستين الف. زائد كام زائد اربعين الف. صح كده? صح كده. ادينا كام? ادينا مية وخمسة الف. هقول له ناقص. تعال. مخزون اول مارس هجري كده ودور على مخزون اول مارس. انت فاني عم مارس في المخزون اول. وكان مخزون اول اهو. كام قال لك عشرين الف وهو. اه 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 التلاتة اهو. ماشي? يبقى عشرين عشرين وتلاتين وكام وعشرة. تعال يا سيدي موضوع ايه? موضوع سهل خالص. ممكن اديك كده في الانتحان? اه طبعا ممكن. ليه? لأ. يبقى هنقول له كام عشرين الف زائد تلاتين الف زائد عشر تلاف. اجمع الكلام ده كل قدي خمسين ستين الف. يبقى ناقص كام? يبقى ناقص ستين الف. اهو. ده مجموع ده هو ده. مجموع ده هو ده. هقول له يساوي. ودرب يا اجمع الميتين على المية وخمسة ناقص ستين هيديك كام متين خمسة واربعين الف. وحدة. نوعه عايز كمية. هتيجي في واتدور. فين يا معلم? قال لك اهو. اول واحدة اهي. متين خمسة واربعين. كل سهولة اهو. طيب. السؤال التاني. قال لك ازا كانت كمية المبيعات التقديرية من احدى السلع لشهر نوفمبر متين الف منها كام? ماشي يا عم مش مشكلة. ونتقدر كمية المشتريات من البضاعة بغرض البيع خلال الشهر بكام? تلتمائة الف. وكان مخزون اخر المدة بتاع اكتوبر. اهو. اه فان كمية مخزون البضاعة اخر نوفمبر كان. خدت بقى لك. ان هو ادك شوات حاجات وهو عايز مين بقى عايز? فان كمية مخزون اخر نوفمبر. تعال. ماشي. يبقى انا عندي مخزون. مخزون هو عالك ايه بقى انا عايز مخزون اهو? مخزون. اخر اخر مين? اخر نوفمبر هو ده اللي عايزه. يبقى هقول له بتساوي مين? كمية اهي كمية المشتريات صح كده? زائد مخزون مين? مخزون اول نوفمبر. ناقص مين? ناقص كمية ناقص كمية الايه? كمية المبيعات التقديرية. ايه? عشان عايزة طلع مخزون نوفمبر. يبقى هاجمع كمية المشتريات واجمع عليها. مخزون نوفمبر وترحى من كمية المبيعات التقديرية. لان انت عندك اصلا كان مخزون اول المدة زي كمية المشتريات هيديني مين كمية المبيعات التقديرية زائد مخزون اخر المدة. حلو اول. يبقى انا عندي كمية المشتريات بكام? كمية اهو قال لك ابقى وتقدر كمية المشتريات التقديرية من البضاعة بغرض البيع كام تلتمية الف وحدة يبقى كده هاجي هنا اقول له كام تلتمية الف وحدة زائد مخزون اول نوفمبر مخزون اول نوفمبر اللي هو بتاع مين? اخر اكتوبر مش هاتفقنا لما بقى اخر باخد اول الشهر اللي بعده صح كده وكان مخزون اخر اكتوبر ستين الف يبقى ده هيبقى اول نوفمبر يبقى قوله ستين الف ناقص كمية المبيعات انا عندي كمية المبيعات التقديرية خلي بقى كمية مبيعات وكمية انتاج اهو كمية المبيعات اول حاجة قال لك كام قال لك ميتين الف وحدة يبقى اقول له ناقص مين يا حبيبي الميتين الف وهنطرح الكلام ده كله تلتمية زائد الستين ناقص الميتين يديني كام مية مية وستين الف وحدة هتيجي في الاختيارات وتبص عليه فين يا معلم اهو مية وستين يبقى انا عندي مخزون اخر طلعت ليه خدت اللي هو بتاع مخزون اخر اكتوبر وطرحت بعد كده خدت اه المشتريات وجمعتها وبعد كده طرحتها في الاخر من مين من اه كمية المبيعات بتاعة شهر مين شهر نوفمبر يبقى انا هقول له تلتمية زائد ستين ناقص متين طيب المسال اللي بعده مسال رقم تلاتة بيقول لك ايه بقى قال لك ازا كانت كمية الانتاج التقديرية من احدى السلع لشهر مين لشهر ابريد تلتمية الف وحدة ماشي وكمية مخزون اخر المدة تقدر بعشرين في المية من كمية الانتاج وكمية مخزون اخر مارس سبعين وحدة قال لك منها كام خمسين في القاهرة وفي الاسكندرية وكان ده كله فقالنا كمية المبعات التقديرية لشهر ابريل كام وعايز كمية التقديرية لشهر مين شهر ابريل طيب ماشي يبقى هقول له ايه قال له اذا اذا كمية كمية المبعات هتساوي يبقى كمية الانتاج كمية مين الانتاج زائد مين مخزون اول احنا عكسنا هنا اهو مخزون اول المدة ليه بقى عشان مخزون اول المدة زائد كمية الانتاج هيساوي كمية المبعات زائد مخزون اخر فانا هقول له ايه بقى كمية الانتاج زائد مخزون اول ناقص مين ناقص مخزون اخر. وابدأ اعوض. انا عندي كمية الانتاج كانت بكام? كمية دلك بتلتمية الف وحدة صح? اه طيب. وكمية مخزون اول كانت دلك بكام كانت بسبعين الف. اقول له ناقص. مخزون اخر المدة هقول له كام بقى ان هو كانت ديك اصلا ما ديك نسبة صح? اهو قال لك ايه? اهو. تلتمية الف وحدة. وكمية مخزون اخر تقدر بعشرين في المية من كمية الانتاج. يعني كده هاجه اقول له ادي تلتمية الف في عشرين في المية. مش هقول لك تقدر من كمية الانتاج اه. وهي عشرين في المية النسبة بتاعتها هيبقى اضرب التلتمية في العشرين. هيديني كام يا سيدي? هيديني ستين الف. هقول له يساوي. نطرح ونجمعوا الكلام ده كله يديني تلتمية. وعشرة الف. هتيجي تبص في الاختيارات يا باشا. تدور على تلتمية وعشرة ايه. تلتمية وعشرة ايه. تمام? تمام. عيش. على مساء الرقم اربعة بقول لك ازا كانت كمية المبعات المتوقعة خلال شهر مارس. قال لك عشرين الف وحدة وشهر ابريل خمستاشر الف وحدة. وسياسة الشركة الاحتفاظ بمخزون بضاعة مين اخر كل شهر بنسبة كام عشرة في المية من مبعات نفس الشهر. وسعر الشراء الواحدة عشرين جنيه والرسوم الجمركية عشرين في المية. ومصاريف النقل والفقاحس جنيه. للوحدة المشترى. على دوق قال لك انا عايز تكلفة المشتريات للبضاعة لشهر مين? لشهر ابريل. طيب. هنكتب اول حاجة القانون بتاعنا. اللي هو ايه بقى? ليه كمية المبعات. كمية مين? المبعات. كان بتعمل ايه كنا بقول زائد مخزون مين? مخزون اخر. خلاص? لو شهر ابريل ناقص. مخزون اول صح كده? اه. بيساوي مين? بيساوي كمية الايه? المشتريات. بقوم ضريبها في مين? بقوم ضريبها في المعدل. معدل مين? آآ معدل الوحدة. هيديني مين? هيديني تكلفة المشتريات للبضاعة. حلو او. انا عندي كمية المبعات كامة. تعالى كده ندور في التمرين. ادي تمرين اربعة اللي احنا فيه. كمية المبعات قال لك كام عشرين الف وشهر ابريل خمستاشر. انا عايز مين? انا شغلي كله شهر ابريل. يبقى انا عندي كام خمستاشر الف? طيب. وقال لك مخزون اول. ومخزون اخر. قال لك النسبة بتاعتهم كام? شركة بمخزون اه. كل شهر بالنسبة كام? عشر في المية من نفس الشهر. يبقى كده هقول له عشرة في المية. وهنا عشرة في المية من مين من نفس الشهر? يبقى انا هضرب خمستاشر الف فعشرة في المية. عشان يديني مين مخزون اخر? يبقى كام? باللون تاني. يبقى هضرب خمستاشر فعشرة في المية يديني كام الف وخمسمية. ماشي? طيب. مخزون ناقص بقى مخزون كام? مخزون اول ابريل. طيب مخزون اول ابريل. احنا قلنا ايه? وفقا للقاعدة ان هي هيك ما بعت مين نفس الشهر? طيب هنا نفس الشهر يبقى ده جهر السابق الشهر اللي قبله. عبنا زي ما احنا بنعمل هنا ده انا ده اه نفس الشهر اهو نفس الشهر يبقى ده شهر اللي قبله. وقبل ابريل كام مارس مش كده ولا ايه طيب قبل ابريل مارس مارس كان بكام مارس كان مديك بعشرين الف وحدة يبقى هضرب عشرين الف وحدة في عشرة في المية يديني كام يديني الفين اهو طيب يلا بقى يا باشا درب الليلة دي كلها يبقى خمستاشر زاد الف وخنصة مية ناقص الفين وحدة يديني كام يديني اربعتاشر الف وخنصة مية هقول له فيه معدل الوحدة عندي كام معدلة الوحدة الانا مش بتكليفة الشيرة كان عشرين جنيه. اه. وسعر شيرة الوحدة زائد عشرين جنيه قال لك نسبة الرسوم عشرين في المية من التسليفة بتاعتها. بقول له عشرين في المية عشرين جنيه فعشرين في المية خلاص. زائد الجنيه. سع More كده. يبقى انا كده عاز فتطلع المعدل بتاعي. عشان طلع المعدل هنا لازم اعمل كم حاجة هعمل كزا اتاقيا. تلات حاجات اول حاجة هو مديني. مديني تكلفة الشراكة بمدك عشرين جنيه. وقال لك انت عندك رسوم جمركية. اهو رسوم جمركية صح? اه قال لك كم عشرين في المية من التكلفة بتاعتها. هنقول له عشرين جنيه في عشرين في المية. يديني كم يديني اربعة جنيه. هقول له زائد. وقال لك عندك مصاريف نقل جنيه. يبقى عشرين زائد اربعة زائد واحد يديني كم خمسة وعشرين جنيه. يبقى هنا عندي كم خمسة وعشرين جنيه. تمام? طيب. نضرب بقى. ادي اربعتاشر ونص في خمسة وعشرين. يديني كم? يديني تلتمية اتنين وستين. اهو. تلتمية اتنين وستين الف وخمسمية. جنيه. خلاص? هي هي مصعبة بس ايه? التركات دي هو بيديد تركات. فانت ازا بيقول لك ايه? بن 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 او عضمك زي بيقول لك تلتمية وستين. تعال نشوف الاختيارات. اهو تلتمية اتنين وستين ونص. تمام? طيب. عندي مثال رقم خمسة بيقول لك ازا كانت كمية الانتاج التقديرية لشركة الاعمال كام? عشرين الف وحدة. ماشي. وكمية مخزون اول المدة خمسمية وحدة وسياسة الشركة. اه كمية المخزون اول المدة. ماشي? تثبيت تثبيت كمية اه المخزون اول اه اول اول واخر المدة. فان كمية المبعدة تقدريها تكون كام. طيب. طيب بيقول لك ايه بقى? بعد ما قلنا المسال. قال لك عندي اتباع سياسة تثبيت كمية المخزون. هو ايه لك هنا تثبيت كمية المخزون. اول واخر معنا كده ان هو ثابت. تمام? او اتباع سياسة عدم الايه? الاحتفاظ بالمخزون. يبقى انا عندي كمية المبعدة هتساوي كمية المشتريات البضاعة للشركة التجارية او كمية الانتاج للشركة الصناعية. هي هي هي. يبقى هما اللي اتنا هيساويوا بعد. يبقى ازا عندي طالما تثبت يبقى هي عشرين الف. لان كمية اه كمية المشتريات بتساوي كمية المبعدة. يبقى ازا كام عشرين الف جني? طيب. السؤال ستة? قال لك ازا كانت المنشاة التابعة سياسة تثبيت كمية مخزون اول وكمية مخزون اخر في انها كمية الانتاج طبعا احنا قلنا ايه? هيساوي كمية المبعد بيساوي بعض. الاتنين هيساوي بعض. ان ده بيساوي ده. عشان كده احنا ايه? فوق اخترنا كام? ماشي الالف هي هي. طيب. مثال اه. عندي بعد كده يا حبيب قلبي. ماشي الاسئلة بعدها نظري. قال لك ايه بقى سؤال سبعة ازا كان اه لا يوجد مخزون اول المدة او اخر الفترة. فان كمية الانتاج ايه? طبعا لو ما فيش هنا وهنا هي بقى هتساوي. تمام? طيب. اه سؤال طبعا يقال لك ازا كان مخزون اخر اه المدة اكبر من مخزون اول مدة فان كمية الانتاج هتعمل ايه? تساوي ولا تزيد ولا تقل ولا لا شيء طبعا هتزيد عنه. لما انا عندي اه مخزون اخر المدة اكبر من مخزون اول فطبعا هتزيد عن ايه? عن الانتاج. اه يتحدد اه حجم المبيعات المخططة للفترة القادمة. عنده قال لك ايه بقى? المبيعات المخططة بتبقى ايه? هل هي كمية الانتاج وكمية مخزون اول واخر المدة التام ولا كمية مخزون اول? واخر المدة من الخمات ولا كمية المشترات المخططة للمواد ولا لا شيء? طبعا هي تبقى اول واحدة اللي هي كمية الانتاج وكمية مخزون اول. واخر المدة من الانتاج التاني. تمام يا شباب? ماشي. كده اتمنى تكون آآ الناس استفادت من محادثة النهاردة كده احنا خلصنا آآ الجزء الاول. تمام? ان شاء الله بإذن الله انتظروا الفيديو الجاي هنبدأ في الجزء التاني. آآ طبعا في سؤالين انا سبتهولكم في الملزمة هو محلول بس انتم حاولوا اضربوا نفسه كده وحلوه. آآ بعد دي في ملخص بقى لبعض الاجزاء دي هتلاقى في الملزمة برضو موجودة. تقدروا برضو وتقرواها وتفهمها. ومديك اسئلة بقى على ايه? على الاجزاء المتفرقة من المنهة. جعل لك موازنة المبيعات دي تعتبر موازنة ايه? انت طبعا هتشوف دي موازنة ايه? وتقول له هي طبعا ايه? آآ هي موازنة آآ عينية مالية. الاتنين مع بعض. فتشوف الاسئلة وتعرف برضو دي هتضرب لك على يعني حوالي عربعة عشرين سؤال حلوين او. فان شاء الله بازن الله آآ الفيديو اللي جاي هنبدأ في الجزء التاني هي موازنة المصروفات. والتكاليف الصناعية الايه? الغير مباشرة. هنشوف ممكن ناخد موازنتين مسلا لو الدنيا ان شاء الله تمام. آآ ممكن ناخد اتنين. وناخد معها مسلا موازنة مصروفات آآ تكاليف البيع. ويتبقلنا ايه معلم بقى ان شاء الله يتبقلنا اخر موازنة طبعا موازنة الايه? الموازنة النقضية دي طبعا فيها شغل كبير. وعايزة ايه? عايزة تركيز كده. وتبقى كوبات القهوة اللازيزة معك. ونقضوا مخمخ سوا ان شاء الله. تمام? فانتظرين ان شاء الله قريبا آآ هنشرح الفيديو اللي جاي يبقى احنا الجزء التاني ان شاء الله هيبقى فيه انتظروا فيديوهين بازن الله. هيبقى آآ الموازنة السبعة والتابنة. ماشي ان شاء الله. والموازنة التاسعة في الفيديو اللي بعد بازن الله. تحياتي. كان معاكم اسلام الاسد وانتم كنتوا فيه قناة كوكب التجارة. اشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.